شخص وبنشوف حالات كتير في السن الصغير والحياة دي الحاجات اللي دايماً بتبقى مقلقة شوي أو الناس نفسهم المرضى شخص عنده 35 سنة ممكن يكون عنده طبعاً سكر أو ضغط أو حاجة يعني من الأمراض المزمنة الموجودة لكن فكرة أنه يحصل له عرض قوي طبعاً دي حاجة بتقلق جداً شخص هنا بيقول عندي 35 سنة بيقول ما عندهوش ضغط ولا سكر يعني حتى الشخص ده ما عندهوش أي أمراض مزمنة أو يعني الضغط والسكر بشكل خاص أثناء النوم ساعات بيقوم على شرق أجام ده دكتور أمير وهنا بيصف الأومان هو بيقوم طبعاً زي ما إيه يعني مخدود نفسه كمان بيروح بيقول إيه ممكن يكون سبب ده ويعمل إيه هو أحد الأسباب المعروفة للحكاية أن الواحد يقوم من النوم على يعني شرقه أو نفسه مقفول هو ارتجاع المريء ودي حاجة شائعة جداً من دول كلمة ارتجاع المريء ده للدرجة أن يعني ارتجاع المريء يعتبر من أحد الأسباب الرئيسية لحدوث حسية الصدر ففي الغالب ده نوع من نوع الارتجاع يعني الوصف ده أن واحد يوم من النوم على شرقه أو كحة أو خنقه أو يحس مش قادر ياخد نفسه طبعاً فيه أمراض كتيرة يمكن تعمل كده أمراض عضلة القلب لكن الحاجة الشائعة هو مش مريد سكر أو ضغط في الغالب وصنه صغير في الغالب ده حاجة اسمها ارتجاع المريء وده علاجه برضو سهل مش يعني بياخد بعض الأدوية فهو لازم الأول يعالج الارتجاع ودي بنسبة برضو كبيرة ممكن يكون عنده ارتجاع المريء لو طبعاً فيه أسباب أخرى برضو يدور عليها يشوف كفاءة عضلة القلب يعني يشوف أمراض صدر عنده حسية مزمنة لكن الأول يطمن مفيش ارتجاع في المريء أظن لو ارتجاع المريء هيكون هو يعني يبقى شعور بده حتى في يومه الطبيعي يعني أكلات معينة ممكن تكون بتعمله وبعض ارتجاع يكون عنده بعض العراض بشكل عام في اليوم وميبقاش بس في النوم يمكن في النوم تكتر طبعاً مش حكراً كبير عشان وضع الجسم أو كده لكن أكيد هو يبقى مدرك أنه ممكن يكون فيه مشكلة في جهاز الهضم مش بالضرورة برضو دكتور مايك إنه هو يجيله أعراض أثناء اليوم لأن أكتر حالات الارتجاعات هي أثناء النوم مع طبعاً وضع الجسم مع طبعاً يعني بقاسية جداً فوقت لهم حتى لو يمكن ما كنش لها عرض حتى في وسط يومه دكتور مير ومش شرط يشعر بحمودة يعني ساعت تقولي المريد أنت حكي عندك رتيالك لما بيجليش حمودة مش حمودة لا يعني مش شرط تشعر بحرقان أو حمودة اللي احنا متعرف عليها مجرد ارتجاع الحمد بتاع المعدة الموجود بيرجع تاني يرجع في المصارب بتاعه ده لقيوا إن في علاقة بين الارتجاع والأسنان يعني شوف حكي الحمد بيأكل في الأسنان يعني في علاقة في الغاية الفم فسبب مهم جداً لحسية الصدر ارتجاع المريد ده حاجة مهمة قوي ومنتشر يعني نسبته مش قليلاً عالي جداً صحيح يعني مهمة قوي إنه يعالج لو في عنده ارتجاع في المريد عظيمة في عين فكرة دايماً التلاخبط أو إن حاجات تكون بتدل أو تودي المريد حتى مؤشر لحاجة أخرى مهم إحنا برضو نقدر نعرف من حدد التشخيص الصحيح دايماً التشخيص الصحيح هو دايماً عنواننا عشان نقدر ناخد الخطوات بتاعتنا لحي طرق العلاج السليمة صحيح والنجاح الحالي